شدد الرئيس عبد العزيزة بوتفريقة أمس على أسرتها الإعلام القيام بدورها في الكشف عن النقائص والانحرافات وهو الدور الذي وصفه رئيس والجمهورية بالمساهمة الثمينة في تقويم الأمور وتعزيز دولة الحق والقانون مؤكدا في رسالته لمهني القطاع قطاعي الصحافة في يومهم الوطني أنهم في حماية الله والدولة والقانون تقرير لحمزك حال في الدكرى الرابعة لإقرار اليوم الوطني للصحافة فضل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفريقة وضع الصحفيين أمام مسؤولياتهم تجاه المجتمع والوطن ففي رسالة وجه أمس للصحفيين بمناسبة اليوم الوطني للصحافة أكد رئيس الجمهورية على أن تسليط الأضواء على النقائص التي توجد في ربوع بلادنا الشاسعة هي مساهمة تمينة في تقويم الأمور وتعزيز دولة الحق والقانون مضيفا أنه على الصحافة الوطنية لعبوا دورها خدمة للوطن دور تتحملونه مهما كانت مشاربكم وتوجهاتكم سياسية لأننا بثنا في تعددية نفتخر ونتمسك بها الرئيس أفلازيز بوتفليق الذي كان وراء فكرة منح الصحفيين الجزائريين يوما وطني سنة 2013 ذكر أسرة الإعلام بتطورات التي عرفها قطع الإعلام الذي شهد حسب رئيس الدولة تقدما ملحوظا وكب إعادة بناء الجزائري في جميع الميادين مشيرا بهذا الخصوص إلى التطور الذي شهدته الصحافة المكتوبة خلال العشرين السنة الأخيرة مستشهدا بالأرقام أكثر من 150 عنوان وأكثر من 20 قناة حرة يضاف إلى ذلك مختلف عنوين الصحف الإلكترونية حسب عبلازيز بوتفليق وفي وقت يعيش فيه قطاع الإعلام أسر أيامه منذ اختيار الجزائر طريقة تعددية الإعلامية طمأن رئيس الجمهورية الصحفيين قائلا لهم بأنهم في حماية الله الدولة والقانون